بسم الله الرحمن الرحيم في أسرار فواتح السور يبلغ عدد سور القرآن الكريم 114 سورة وقد افتتح سبحانه وتعالى كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شيء من السور عنها من هذه الاستفتاحات هي الاستفتاح بالثناء أي استفتاحه عز وجل بالثناء عليه ويقسم هذا الثناء إلى قسمين القسم الأول هو إثبات لصفات المدح والقسم الثاني هو النفي والتنزيه من صفات النقص لله عز وجل وقد ورد الإثبات في قوله تعالى الحمد لله في خمس سور من سور القرآن الكريم وأيضا ورد الإثبات في قوله تعالى تبارك في سورتين وهي سورة الفرقان وسورة الملك في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك أما الاستفتاح في التنزيه فقد ورد في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وأيضا قد ورد في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وقوله تعالى يسبح لله وقد وردت هذه الاستفتاحات في التنزيه في سبع سور أربع عشر سورة استفتحت بالثناء على الله سبحانه وتعالى لثبوت صفات الكمال ونصفها لسلب النقاص أي النصف نصف الأربع عشر وهي سبع آيات عفوا سبع سور في إثبات صفات الكمال ونصف الآخر لسلب النقاص وفي هذا الاستفتاح سر عظيم من أسرار الإلوهية حيث بدأ بالمصدر لأنه الأصل ثم استعمل الماضي بقوله سبح لله في صورة الحديد والحشر والصف لأنه أسبق الزمانين أي الفعل الماضي ثم انتقل إلى استعمال المستقبل في صورة الجمعة والتغابن ثم بالأمر في صورة الأعلى استيعابا لهذه الكلمة من جميع جهاتها وهي أربع أي استعمل المصدر والماضي والمستقبل والأمر ففي هذا عجوبة وبرهان الاستفتاح الثاني في صور القرآن الكريم هو الاستفتاح بحروف التهجي ومن تلك الحروف ألف لام ميم وأليف ألف لام ميم صاد وقوله ألف لام ميم را وأيضا الحروف حاء ميم ومنها مفستفتحة بحرف واحد بحرف القاف وحرف النون وذلك قد ورد في تسع وعشرين سورة عند التأمل في هذه الحروف التي افتتح الله بها السور تجد أن نصف تجدها نصف حروف المعجم وحروف المعجم أربع عشر أي نصف حروف المعجم أربع عشر وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين وحرف الخاء والقاف والنون فقد وردت هذه الأحروف في تسع وعشرين عدد حروف المعجم اجتملت على أصناف أجناس الحروف المهموسة والمجهورة والشديدة والمطبقة والمستعلية والمنخفضة وأيضا حروف القلقلة وأن هذه الحروف هي أكثر دورا مما بقي من الأحرف ودليل ذلك أن الألف واللام لما كانت أكثر تداورا جاءت في معظم فواتح الصور ففيه شيء مندق لما ورد في قوله تعالى وذلك يعد من إحجاز القرآن الكريم وأيضا من أصناف الحروف الشديدة والمنفتحة قد ذكر تعالى نصفها أما حروف الصفير فهي ثلاث ليس لها نصف فجاء منها حرف السين والصاد ولم يبقى إلا الزاي منها وأيضا وردت الحروف اللينة منها الألف والياء والحروف المكرر وهو الراء والهاوي أي الألف والمنحرف وأيضا قد وردت أحرف من أصنافها ما بين الشديدة والرخوة إن الأسماء المتهجات في أول السور ثمانية وسبعون حرفا حرف الكاف والنون كل واحد في مكان واحد والعين والياء والها والقاف كل واحد في مكانين وإن حرف الصاد في ثلاثة والطاء في أربعة والسين في خمسة والراء في ستة والحاء في سبعة والألف واللام في ثلاثة عشر والميم في سبعة عشر أكثر هذه السور ابتدأت بذكر الحروف فذكر منها ما هو ثلاثة أحرف وما هو أربعة أحرف سورتان وما ابتدأ بخمسة أحرف سورتان أي الذي ابتدأ بأربعة أحرف سورتان من سور القرآن الكريم والذي ابتدأ بخمسة أحرف سورتان أيضا من سور القرآن الكريم وأيضا هناك صور استفتحت بحرف واحد اختلفوا في هذا الحرف منهم من لم يجعل ذلك حرفا وإنما جعله اسما لشيء خاص ومنهم من جعله حرفا وقال أراد أن يتحقق الحروف مفردها ومنظومتها أما الصور التي ابتدأت بثلاثة أحرف ففيه سر وذلك أن الأليف إذا بدأ بها أولا كانت همسة وهي تعد أول المخارج واللا من وسط المخارج أي مخارج الحروف وهي أشد الحروف اعتمادا على اللسان والميم هو آخر الحروف ومخرجه من الفن وهذه الثلاثة في أصل مخارج الحروف أي الفلام ميم وهي تخرج من الحلق واللسان والشفتين ترتبت في التنزيل من البداية إلى الوسط ثم إلى النهاية حسب مخارج الحروف عند النطق بها أيضا من أسرار هذه الحروف أن كل سورة استفتحت بهذه الأحروف فهي مجتملة على مبدأ الخلق ونهايته وتوسطه ومجتملة أيضا على خلق العالم وغايته وعلى التوسط بين البداية من الشرائع والأوامر وهذا ما نجده في سورة البقرة وآل عمران وأيضا في سورة السجداء وصورة الروم أيضا من أسرار علم الحروف أن الهمزة تخرج من الرئة فهي أعماق الخروف واللام مخرجها من طرف اللسان وهذا هنا يبين مخارج الحروف وكيفية النطق بها وكيف رتبها تعالى في القرآن الكريم فهنا تجد في المادة أن المصنف قد بيّن مخارج الحروف وكيف اجتمعت تلك الحروف من حيث صفاتها وأجناسها ما يهمنا في الموضوع هو أسرار تلك الحروف وهذه الأسرار هي أنها مجتملة على أصناف أجناس الحروف المهموسة والمجهورة والشديدة وغيرها من أصناف أجناس الحروف من أسرارها أيضا أن أكثر هذه السور التي ابتدأت بذكر الحروف قد ذكر منها ثلاثة أحرف وأربعة أحرف وأيضا بخمسة أحرف وهناك سور ابتدأت بحرف واحد أيضا كل سورة استفتحت بهذه الأحرف فهي مجتملة على مبدأ الخلق ونهايته وتوسطه ومجتملة على خلق العالم وغايته كما بينا أي ترتيبها أيضا من أسرار تلك الحروف هو أن الحروف اجتمعت في السورة على معاني أو كلمات تكون قد جاءت بنفس الحرف الذي ورد في استفتاح السورة فمثلا الحروف كحرف القاف مثلا في سورة قاف بقوله تعالى قاف والقرآن المجيد أن السورة مبنية على الكلمات القافية أي أن الكلمات التي وردت في سورة قاف قد اجتملت جميعها أو أغلبها على حرف القاف كما في كلمات الخلق والقول والغرب وتلقي الملكين وأيضا الرقيب وغيرها من الكلمات كالمتقين وذكر القلب والقرن والتنقيب في البلاد وأيضا قد ذكر في سورة قاف القتل نرى أن هذه الكلمات قد ورد فيها حرف القاف وهو الحرف الذي استفتحت به السورة أيضا من أسرار هذه الحروف هو أن كل معاني السورة مناسب لما في حرف القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح فمثلا صورة صاد اجتملت على الخصومات المتعددة أول هذه الخصومات هي خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم اختصام الخصمين عند داود وبعدها ورد في السورة تخاصم أهل النار ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم ثم تخاصم إبليس واعتراضه على ربه وأمره بالسجود وأيضا غيرها من ما ذكره في اختصام في شأن بنيه وحلفه إلا أهل الإخلاص منهم كذلك أيضا في صورة نون والقلم فإن فواصلها كلها على هذا الوزن أي على وزن النون هذه الفواتح أي الحروف قد وردت عليها أحكام منها أن البصريين لم يعدوا شيئا منها أي من هذه الحروف آية فلم يعتبروا تلك الحروف آية أما الكوفيون فمنهم من عدى هذه الحروف آية ومنهم لم يعدوا هذه الحروف على أنها آية وقالوا أنها علم توقيفي لا مجال الغياس فيه فمثلا الف لا ميم آية حيث وقعت من السور المفتتحة بها وكذلك الف لا ميم صاد آية والحروف التي استفتحت بها الآيات وهي الف لا ميم را لم تعد آية والف لا ميم را ليست بآية فنجد بعضهم من قال أن بعض هذه الحروف على أنها آية والبعض الآخر من العلماء قال بأنها ليست بآية هذه الفواتح أي الفواتح بالحروف المقطعة هي على ضربين أي على نوعين النوع الأول هو أن لا يتأتى فيه إعراب مثل كاف ها يا عين صاد وأليف لا ميم أي أنها ليست معربة والثاني من هذه الحروف ما يكون اسما مفردا ويتأتى بها الإعراب مثل كاف صاد وقاف ونون أو إنها أسماء عدة مجموعة على زنة مفرد مثل حا ميم والحروف طا سين وغيرها سأغ الإعراب فيها أن الإعراب والحكاية الثالث أنه يوقف على جميعها وقف التمام إن كانت على معنى المستقل غير محتاج إلى ما بعده وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور أي أنها عندما تكون مستقلة في المعنى ولا تحتاج إلى ما بعدها لبيان معناها أيضا أن هذه الحروف كتبت في المصاحف الشريفة على صورة الحروف أنفسها لا على صورة أساميها أي على نفس صورة الحرف وليس اسم الحرف هذا كان حول الحروف المقطعة والاستفتاح بها في بعض صور القرآن الكريم الإستفتاح الثالث هو الإستفتاح بالنداء من أنواع هذا الإستفتاح الإستفتاح كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فهنا قوله تعالى يا أيها هو نداء وأيضا من تلك الإستفتاحات النداء بقوله تعالى يا أيها النبي وقوله تعالى يا أيها المدثر وقد ورد هذا النوع من الاستفتاح في عشر سور من سور القرآن الكريم أيضا من تلك الاستفتاحات النوع الرابع وهو الاستفتاح بالجمل الخبرية وقد ورد في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال وأيضا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون وقوله تعالى تنزيل الكتاب وغيرها من الآيات القرآنية التي كانت على شكل جملة خبرية استفتحت بها بعض صور القرآن الكريم النوع القامس من الاستفتاح هو الاستفتاح بالقسم ومن ذلك قوله تعالى والصافات وقوله تعالى في سورة الذاريات والذاريات وقوله تعالى والطور في سورة الطور وأيضا قوله تعالى والنجم في سورة النجم وغيرها من الآيات القرآنية أي أنه تعالى يقسم بالصافات والذاريات والطور والنجم فكان هذا النوع من الاستفتاح بالقسم في بعض صور القرآن الكريم وقد ورد القسم في خمس عشر صورة من صور القرآن الكريم النوع السادس من الاستفتاح هو الاستفتاح بالشرط أي أن يكون على جملة شرطية ومن ذلك قوله تعالى إذا وقعت الواقعة وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون وقوله تعالى أيضا إذا الشمس كورت وغيرها من الآيات القرآنية التي كانت على هيئة جملة شرطية استفتحت بها بعض صور القرآن الكريم وقد كان عدد هذه الصور سبع صور النوع السابع من الاستفتاحات لصور القرآن الكريم هو الاستفتاح بالأمر وقد ورد في ست صور من صور القرآن الكريم منها قوله تعالى اقرأ باسم ربك وقوله تعالى قل يا أيها الكافرون فتجد هنا قوله تعالى اقرأ وقوله تعالى قل هي أفعال أمر فالجملة هنا جملة أمر استفتحت بها بعض آيات القرآن الكريم أيضا النوع الثامن من الاستفتاحات هو الاستفتاح بالاستفهام أي بلفظ الاستفهام وقد ورد في قوله تعالى عم يتساءلون وقوله تعالى ألم نشرح وقوله تعالى ألم ترى وأيضا قوله تعالى أرأيته فوردت في ست صور من صور القرآن الكريم أما النوع التاسع من الاستفتاح فهو الاستفتاح بالدعاء وقد ورد في ثلاث سور ومنها قوله تعالى ويل للمطففين وقوله تعالى ويل لكل همزة وأيضا قوله تعالى تبت يدى أبي لهب نجد هنا أن الآية القرآنية كانت لغرض الدعاء أما الاستفتاح العاشر وهو الاستفتاح بالتعليل وقد ورد في موضع واحد مثل قوله تعالى لإلاف قريش فكان هنا استفتاح بالتعليل لورود لام التعليل هنا قول للشيخ شهاب الدين أبو شام المقدسي حيث قال فيما ذكر في القسم عفوا في قسم الدعاء يقول يجوز أن يذكر مع الخبر وكذا أيضا أثنى على الله سبحانه وتعالى فيقول كله خبر إلا سبح اسم ربك الأعلى فإنه يدخل في قسم الأمر وسبحان الذي أسرى بعضه أيضا هو يدخل في قسم الأمر هذا كان عشر أنواع من الاستفتاح في صور القرآن الكريم وبعض الأمثلة التي ذكرناها وهي الآيات القرآنية حسب ما ورده في نوع استفتاحها ترجمة نانسي قنقر